المدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة أشرف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عمر تلمساني على تخرج الدفعة الرابعة والثلاثين للمدرسة حفل التخرج استهل بتفتيش المربعات المصطفى بساحة العلمة العميد قائد المدرسة نوه بطبيعة طربوس الذي تلقاه المتخرجون وكذا مدى جاهزيتهم ليكون رقما ثابتا في الذود عن الوطن ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي هنيئا لكم على هذا النجاح الباهر والتتويج المستحق مما يفرض عليكم من الآن التحلي بالعزيمة والإرادة لمباشرة المهام النبيلة التي تتطلب منكم الإسجعدات الدائم لتنفيذها بوضع المعارف العسكرية التي حصلتموها موضع التطبيع أن أخلد تقاليد شهدائنا الأنجاب أن أخلد تقاليد شهدائنا الأنجاب بعد أداء القسم وتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل والذين من بينهم متربسون من دول صديقة وشقيقة تم تسليم واستلام راية الوطن ما بين الدفعتين المتخرجة واللاحقة قبل تسمية الدفعة والموافقة عليه باسم المجاهد المتوفى محمد روينا تطبق بزيادتكم الموافقة على تسمية الدفعتنا باسم المجاهد المتوفى روينا المحافظ تخرج رفقه عروض قتالية وتمارين تاكتيكية للمظليين والرمات وكذا تمارين كوكسول التي أبان فيها أفراد الدفعة المتخرجة عن جاهزيتهم لتاليها عملية إبرار من طرف مضليي القوات الخاصة والتي أبانوا فيها عن احترافية واستعداد لينتهي الاستعراض على وقع دقة الخطوة المتسارعة ليطوف بعدها قائد الناحية بالمعرض المقام بهذه المناسبة وزيارة متحف المدرسة المناسبة كانت أيضا فرصة لتكريم عائلة المجاهد المتوفى الذي سميت عليه الدفعة ليختتم حفل التخرج بالإمضاء على السجل الدهبي للمدرسة